اليوم عملت وصفة بسيطة سهلة لذيذة زي ما انتم شايفين شكلها كده بجد يفتح النفس ممكن تضيفو لها اي اضافات هي ما فيهاش حاجة يعني لتكات ولا حركات هنعمل شوية توابل على صدور دجاج بيطلعوا بجد احلى بورجر بس بورجر سهل ممكن تسموه ناجت بنجيبوا من المطعم فيه مطعم مشهور جدا جدا بيعملوا بيبيعوا بنفس الشكل ده كده فاحنا ممكن نعملوا في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وبجد هيعجبكم وهيعجب ولادكم لو انتم اول مرة تشوفوا قناتي متنسوش بقى تدعموني بلايك اشتركوا في القناة كمان متنسوش تفعلوا الجرس علشان توصلكم مصفاتي الجديدة ويلا بينا نبدأ الفيديو مقادير وصفتي ايه عندي صدور دجاج انا مقطعوها بالشكل ده كده مكعبات علشان تكون سهلة في الخلط عندي احطها في المكسر واطحنها ممكن تطحنوها ناعم جامد وممكن تطحنوها نص ونص يعني زي ما بتحبوا القرشة بتاعتها ايه بحط جنزبيل بودرة بحط فلفل اسود تم وبصل بودرة شوية من البابريكا وشوية من الملح طيب علشان تتمسك معايا بضف لها معلقتين كبار من البقصمات البقصمات الناعم اللي احنا بنستخدمه في البنيه على حسب الكمية يعني لو لقيتوها مسكت معاكم علشان تكون متمسكة وما تضيفوش كمان بقصمات ازيد من كده علشان ما يطلعش طعم البقصمات يغطي على ايه على صدور الدجاج طيب ايه التدبيلة اللي انا هتبل بيها انا هتبل بالشيتوز اللي انتو شايفينه ده الحار ما تخافوش ان هو يطلع حار جامد لا مش بيطلع حار كتير يعني لما بيتقلي فعلشان كده انا هاخده هطحنه بالطريقة اللي انتو شايفينها دي كده طحنة خفيفة وبيتناعم معاكم بالشكل ده بجيب اي حاجة افرشها كيس عندي بلاستيك باستخدمه او اي حاجة انتو بتستخدموها بحط عليه الشيتوز الناعم وبضيف عليها صدور الدجاج المفرومة واضيف من فوقيها كمان الشيتوز بحيس ان هو اي يعمل لي طبقه خفيفة مش عايزها ان هي تكون سميكة شايفين بقى السهولة ممكن تعمله ده كمان بالبقصمات لو انتو مش عايزين تستخدموه الشيتوز بالشكل اللي انتو شايفينه ده ونقطعها مربعات عادية ايه رأيكم في السهولة دي بقى اهم شيء بقى نحطه شوية على الفريزر يعني يتماسك من 10 دقايق لربع ساعة بعد كده عادي نقليه بقى بالطريقة العادية دلوقت انا حطيت شوية زيت انا مش عايزة قليه في زيت غزير يعني شوية زيت بسيطة كده علشان ما تبقاش الاكلة دزمة بروح حطها بقى قليها بالشكل ده واغطي عليها شوية علشان تستويلي من الجانبين طبعا لما انتو بتقلوها في زيت غزير بتبقى احلى واحلى بس عايزين منقلي للسعرات الحرارية علشان نعرفنا كلها واحنا ضميرنا ما بيقنبناش ممكن كمان تحطوها في القلاية الهوائية انا جربتها في كذا طريقة ان انا حطتها في القلاية الهوائية طلعت حلوة جدا حطتها كمان في الفرن برضو بتطلع حلوة بالزيت طبعا تبطلع احلى مش هجدب عليكم لكن كمان جربوا الطريقة دي جميلة جدا ولذيزة بحط معلقة كبيرة من المايونيز وعليها معلقة صغيرة او اكتر من الكاتشب بيكون صص معايا هادي كده وطعمه لذيز جدا زي ما بيعملوه في المطاعم وهنزل بقى على كل البورجر اللي انا هعمله انا حط العيش الكايزر او خبز البورجر وبحط عليه من الصوص ده ومخلي الخيار طبعا وروح حط عليه الشريحة الناجت اللي احنا عملناها او البورجر بالشكل ده وشريحة جبنة على المايكرويف يسيح شوية بجد مش هتاكله احلى من كده طعمه شكله كمان الشيتوز ما تخافوش انه هو يكون حار جامد لما بنقليه بيكون حرارته يعني متوسطة زي ما قلتلكم لو عايزين تستغنوا عن الشيتوز ممكن تحطوا كمان بداله بقصمات اكننا بنعمل البقصمات العادي بس الناجت ده بيطلع بجد بسيط جدا ممكن تفرزوه زي ما تفرزو الدجاج المفروم بعدين تطلعوه وتحطوا الفرشة دي من تحت ومن فوقه يعني بجد مفيش اسهل من ده بورجر جربوه على طريقتي متأكدة متأكدة ان انتوا اكيد هتجربوه يارب يعجبكم الفيديو تكونوا استفدتوا منه لايك بقى للفيديو اشتركوا في قناتي للناس اللي مش مشتركة عندي فعلوا الجرس علشان توصلكم فيديوهاتي الجديدة والبسيطة بحبكم في الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة